موسيقى طبعة المشاهد تبدأ الآن تقدمها لكم بدور أحمد أهلا بكم وإلى أبرز العنوين وزاعة الثقافة تعلن عن 27 مبادرة لتحقيق رؤيتها وتطلعاتها المملكة تحقق المركز الثالث عشر عالميا والأولى عربيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني إلزام محطات الوقود بتوفير أجهزة نقاط البيع مدى ومهلة ثلاثة أشهر للتطبيق موسيقى 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 وإلى أولى ملفاتنا الصحفية مشاهدينا حيث دشنا وزير الثقافة الاستراتيجية الوطنية للثقافة التي تمثل رؤية وزارة الثقافة ومبادراتها لتعزيز المشهد الثقافي السعودي وذلك في حفل أقيم مساء أمس بمركز الملك عبد العزيز التاريخي وتضمن إعلان الوزارة رؤيتها وتوجهاتها ومجموعة من المبادرات التي تندرج تحتها والقطاعات الثقافية التي ستدعمها إضافة إلى إطلاق الموقع الرسمي لوزارة الثقافة وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر هذا العمل هو ترجمة موسيقية لموروثنا في المملكة العربية السعودية وهو تمازج موسيقي ليس المقصود منه إطراف موروثنا الشعبية موسيقى 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 ومشاهدنا قبل البدء بملفاتنا الصحفية دعوني أرحب بضيوفي في هذه الحلقة ضيفي في الاستيديو نائب مدير تحرير صحيفة اليوم الساد خالف الخميس يا هلا بك يا هلا بك وأيضا ضيفي من الباحة دكتور علي رباعي مدير مكتب صحيفة عكاد أهلا بك دكتور علي أهلا مساء الخير عليكم على الزميل العزيز والمتابعي الكرام حياكم الله جميعا أبدأ معك ساد خالف ما أنعكاس هذه الرؤية على المشهد الثقافي إذا صح التعبير لا شك أن أول حاجة فصل الإعلام عن الثقافة كانت خطوة جيدة فيما يخص موضوع عدم الدمج وخلط الأوراق فيما يخص بين الثقافة وبين الإعلام إذا تحدثنا عن موضوع الثقافة يعني وتحدثنا عن المبادرات التي أطلقها وزير الثقافة البارحة وما لحقها من تبعاته في المقام الأول كان التركيز وكما هي رؤية المملكة 2030 على الثقافة نعم كان عند الإشكالية زمان كثيرة فيما يخص موضوع الثقافة فيما يخص موضوع القراءة فيما يخص موضوع الاطلاع فيما يخص بعد الناس أو ابتعادهم جانبا عن الثقافة ويبدأ ذلك من المدرسة المبادرات هذه ستعزز دور المكتبات ستعزز دور الثقافة ستعزز دور السينما ستعزز النمو الاقتصادي خاصة في الثقافة الشيء المهم فيما أطلقته وزارة الثقافة أنها لا تملي على الجمهور ما تريد بالعكس هي ما يريد الجمهور هي تعمله بطريقة جيدة وذكية وذكية وتواكب التطلعات وتواكب التقدم وتواكب القرن الذي نحن فيه لا شك إذا تحدثنا بدور عن المكتبات كمثال وما سيقام في ذلك خلال الفترة المقبلة إذا تحدثنا عن الشركات التي ربما توقع بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم فيما يخص موضوع النشأ خاصة تعويض الطلاب على القراءة من البداية إذا كنا نحن جيل مثقف و جيل واعي و جيل فاهم هذه كل الأشياء تأتي من بعد القراءة والاطلاع إذا كان الإنسان مطلع ثقافيا يكون عنده مخزون فكر عالي يكون أسلوبه، تعامل مع المجتمع، طريقة كلامه، ثقافته، اختياره لدراسته ثم ذلك اختياره لوظيفته هذه كلها تعكس الثقافة المجتمع كعموم نبدأ من الكتاب و ننتهي بشيء الأفضل جميل جدا دكتور علي تأتي هوية وزارة الثقافة ب13 لون مختلفة تعبر عن مناطق المملكة و برضو تنوع هذه المناطق سؤالي لك ما دور هذه الألوان المختلفة في نشر هويتنا للعالم بما يتسق مع رؤية المملكة 20-30 وربما اللون المعروف فنيا له رمزية ونحن نعلم أن تعدد الألوان معنى ذلك تعدد الأطياف وتعدد الأفكار و المساحة المشرعة لتعبير كل منطقة عن موروثها و عن مكوناتها لعل أبرز ما أتوقف عنده ما قاله سمو الوزير البارحة أن هناك استشعار لمعاناة المثقف فيما مضى ونحن نعرف أن هذا ركن أساسي العناية بالمثقف كإنسان ونعني به المثقف الحقيقي وليس المثقف الحديث الذي هو ربما نتاج الميديا أو السوشيال ميديا الجديدة هناك مثقفون الذين نحتوا بأيديهم في الصخر هم الآباء الحقيقيون لثقافة هذا البلد هم الأسماء الفاعلة التي تربينا جميعا على البنية التحتية التي أسسوها على مستوى المقالة والقصة والرواية والشعر هؤلاء ربما يعني البعض منهم من قيد الحياة لم يعني يجد ما يكفر له حياته الكريمة ربما بعضهم يتعرض للمرض والمتاعب فالعناية بالمثقف بحد ذاتها هو النقلة النوعية في هذه الاستراتيجية الأمر الثاني أن سمو الوزير وضعنا أمام مشهد فاق سقف التوقعات بمعنى أنه خرجنا من إطار الثقافة كما يسمى الصلبة التي هي قراءة وكتابة إلى شيء أوسع الذي هو نشاط الإنسان من طفولته إلى شيخوخته سواء على مستوى اللبس والأزياء على مستوى الطهي والطعام على مستوى أيضا الموروث في كل منطقة الفلكلور الغناء الشعر بيوت الثقافة هناك معطيات جديدة حقيقة ربما كانت مبهجة لأنه لم يقف الوزير عندما كان عندما تحدث أو مطالب المثقفين في فترة الماضية أن يكون هناك عناية بمؤسسة قائمة سواء أندي أو جمعيات بل هو تجاوزها إلى ما هو أبعد بمعنى أننا سننطلق برؤية جديدة وبآليات جديدة وبأفكار جديدة وبروح شابة جديدة أيضا لمواكبة العصر الذي نحن فيه والتماهي مع رؤية المملكة التي هي من طبيعتها في سرعة في الأداء وفي مرونة أيضا وفي خروج من البيروقراطية وفي قيادات مؤهلة لاتخاذ القرار والشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص والثقافة ستتحول إلى منتج والمنتج يحتاج إلى صناعة والصناعة تحتاج إلى محتوى المحتوى أيضا يحتاج إلى جمهور ومتلقين نتطلع أنه إن شاء الله يعني تعلن الوزارة عن تفاصيل أدق كما نعلم أي استراتيجية لا بد أن يكون لها لائحة تفسيرية وهذا ربما أحد الإشكالات التي المثقفون منذ البارحة يتجادلون حول بعض التفاصيل أكيد الوزارة ستفسر كثير من الأمور عن آليات العمل وعن تفاصيل ما هو واقع وما يتوقع نعم لا شك لا شك بذلك أرجو لك سيد خلط ما مدى أن أكاس رؤية وزارة الثقافة على تغيير نمط حياة الفرد في المملكة العربية السعودية وعندما تبدأ الوزارة الثقافة بهذا الأمر من البداية أرجو أن أأكد على شيء مهم اللي هو النشأ أنا عندنا نسبة كبيرة الآن من الطلاب تحدثنا عن المرحلة التمهيدية والابتدائية وقلس على ذلك نسبة الشباب اللي لدينا في المملكة العربية السعودية مرتفعة جدا يمكن خمسة وسبعين بالمئة تقريبا أنا كانت الإحصائية إذا في بالي كانت إلى سبعين كويس خمسة وسبعين بالمئة نسبة الشباب تتحدثي إذا أنا زرعت مفهوم الثقافة في النشأ أو في الشباب كعموم نحن عندنا الجيل متلقي وهذا شيء جيد في الشعب السعودي أنه جيل متلقي أي شيء المفيد أنه ما عنده أي إشكالية أنه أنا أخذ يعني مثل رؤية وزارة الثقافة يوم تحدثت أنه هي أي شيء اللي يبيها الجمهور ما شيء اللي هي رح تفرض على الجمهور يعني هنا تجي شيء في كيميا مشتركة بين اللي هو يبيها الجمهور أو بين اللي رح تقدمه وزارة الثقافة نعم يعني أنا لا أفرض عليك رأي ولكن أنا رح أقدم لك الشيء الأفضل اللي أنت تبيه لكن بطريقة اللي هي مناسبة صحيح إذا نحن رجعنا على ما كان يقدم في السابق ممكن بعض مثلا كان محدودية البرامج الثقافية اللي موجودة عندنا في الملكة العربية السعودية غير كذا ممكن حتى التغطية الإعلامية على قلة الفعاليات برضو كانت محدودة البرامج الثقافية اللي كانت موجودة عندنا برضو كانت محدودة الآن في هذا التوجه وفي هذا الفكرة الجديدة وفي هذا الفكرة الجديدة يعني نحن عندنا شيء مهم الفكرة الشاب يعني 75% من الشاب شباب صحيح يعني أنا ليس أجيب مثلا الأفضل البرامج الثقيلة اللي المملة اللي كلما شافها واحد غير القناة في الجريدة شاف مثلا المواضيع أو تقارير برضو ثقيلة تركها وراح لبعدها ما تخاطب جيل الشباب يعني ما تخاطب عقولهم ورؤيتهم وستراتيجيتهم في الحياة الصحيح مثل ما تفضلتي يعني الآن البرامج اللي موجودة يعني الآن صار فيه تتحول شو شوي نعم وخطوة خطوة وهذا حاجة جيدة نعم يعني نحن الآن إلى ما انتظرنا إلى الآن مثلا حتى مثلا بداية رؤية المملكة 2030 علشان ولا حنا ننطلق لا حنا ننطلقنا من الآن يعني أفهم من كلامك أنه قرار مثلا إنشاء وزارة ثقافاته متأخر ولا جاء في وقته جاء ما هو نقولك متأخر أو في وقته جاء في إزحاجتها نعم يعني هلنا الآن محتاجين فعلا يعني كنش أو كشباب كجيل يعني خلينا نحكي على أمر آخر أتحدث عن أمر هذا بس أرجع للدكتور علي دكتور علي لدينا أرض ثقافي كبير ومتنوع جدا أعلنت وزارة ثقافة عن تقريبا 27 مبادرة ضمن رؤيتها يعني تغطي جميع اتجاهات النشاط الثقافي بشكل كامل سؤالي لك ما أهمية تمكين كل المنتسبين للمجال أو من ممارسة إبداعاتهم وتوفير منتج ثقافي مميز لهم الكوادر المبدعة في هذا الوطن أكيد لا حصر لها والمناطق كل منطقة لها طبعا امتداد عميق جدا وعريق مع موروثات وعطاءات إنسانية خلاقة نحن نعرف أن الثقافة لم تعد هي تلك الكلمة التي تكتب أو الصورة التي تشاهد الآن تسع المفهوم وهو هذا الواجب يعني في هذا التحديد أو هذا الوقت تحديدا أنه نحن نريد أن يعرف الآلم إنسان المملكة العربية السعودية وبلاد الحرمين بالوجه الناصع والحقيقي الإنسان المنتج الإنسان الخلاق المحب للحياة المفتتم بالجمال الذي يحب للآخرين ما يحب لنفسه الذي يتفاعل مع البشرية ويتقاطع معها في كثير من يومياته على مستوى الإنتاج والعمل والإبداع نحن نعرف أن هناك لغة مشتركة يعني اللوحة التشكيلية أحيانا ما تحتاج من يفسرها مجرد أن يرسم فنان سعودي لوحة ويعرضها في مكان مؤكد كل الذين يتكلمون بلغات غير لغتنا يستطيعون أن يقفون لديها وأمامها ويستنطقونها بلغاتهم كذلك بالنسبة للموسيقى هي لغة مشتركة وعالمية نحن لدينا الفلكلور الذي يعني جربنا في مناسبات عديدة الأيام الثقافية خارج الوطن كلما تقام فعالية فلكلورية من أي منطقة من المناطق نجد أن الشعوب الأخرى تشارك ليس فقط تتفاعل بل تشارك في الفلكلور افتتانا بإقاعاته وبحركة الجسد هذا تأكيد على أن لدينا هذا الإرث الكبير الشعر منبته في هذه المنطقة جزيرة العرب كذلك فنون أخرى تتكامل معه والإقاعات تعتبر جزيرة العرب أيضا معبر كبير للإقاعات سواء من اليمن أو من إفريقيا والتي جاءت عبر الهجرات أنواع الأطعمة والمشروبات والأزياء كل ذلك نحن نتصور أن الثقافة فعلا ستأتي متكاملة أو كما يقال بكج واحد نجد ربما في مسرح كل هذه الألوان مع بعضها فنا مرئيا ومسموعا ومرسوما وأيضا ممسرحا لم يعد هناك التجزئ السابقة أو الانفصال بين المكونات الثقافية نعم وهذا هو المهم نتمنى أن يكون الشركاء للوزارة على مستوى المسئولية وتحويل فعلا هذا المنتج إلى سلعة يمكن تسويقها لا تسليعها نعم إنما منتج يسوق لا يسلع والوزير قال أن هناك تقريبا 3% من ناتج المحلي سيكون عن طريق وزارة الثقافة ومبادراتها جميل جدا السادة خلاف لدينا إرث مثل ما ذكر قبل شوي دكتور علي إرث ثقافي كبير جدا هل نستطيع القول أنه مصدر لا يستهان به ويجب استثماره؟ أكيد يعني حنا عندنا هو الحاجة لا تنسين عندنا بسعلى عجالة طه عندنا يعني عدد سكان المملكة من المواطنين أكثر من 21 مليون مواطن نسبة الشباب منهم يعني 75% تحت إثيرا الرقم كبير ورقم هائل فيما يخص موضوع المثقفين لدينا الشعب الآن بدور ما هو عاد مثل أول الشعب كله يقرأ يعني الآن مو شرط أنه أنا ممكن أقرأ كتاب الآن الثقافة برضو تحولت إلى الثقافة الإلكترونية برضو قراءة مرئية صحيح الآن الناس عندها جوالات تقرأ كثير الآن كثير من الأشخاص إذا جيت وجلست معه برضو عنده معلومة وعنده ثقافة ويجهد لك ممكن تتفاجئين ببعض الأشخاص أنه بعيد عن الثقافة والإعلامة تجدي ناقشك الآن الأطفال الصغار في السن أو الأشبال نسميهم غير أنه عنده معلومة يحاورك يعني ما هو يعني ما يجيك ويقولك والله يقفل الخط بيني وبينك لا يجي ناقشك ويحاورك غير العقول مثلا السابقة أنتقل المشاهدين إلى ثاني ملفاتنا الصحفية حيث حققت المملكة العربية السعودية إنجازا عالميا جديدا بحصولها على المركز الثالث عشر من بين مئة وخمسة وسبعين دولة في العالم والأولى عربيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة للعام الفين وثمانية عشر متقدمة ثلاثة وثلاثين مرتبة عن تقييمها في الإصدار السابق للمؤشر العالمي لعام الفين وستة عشر حيث كان ترتيب المملكة ستة وأربعين عالميا دكتور علي كيف تجد المملكة تحقق المركز الثالث عشر عالميا من بين مئة وخمسة وسبعين دولة والأولى عربيا وهذا يرفع الرأس أكيد في المؤشر العالمي للأمن السيبراني سؤالي لك كيف تجد هذه الخطوة والتقدم الإيجابي للمملكة نحن طبعا نفخر بأي منجز وطني ونشعر بالاعتزاز وأيضا هناك طمأنينة يبعثها مثل هذا الخبر على أن مثل هذا النشاط الذي ربما كان حديثا بالنسبة لنا وهو ارتبط بالتحولات الرقمية يعني نحن ربما لم يمضي عامان على تأسيس الأمن السيبراني في المملكة ومع ذلك نتقدم بهذه السرعة أنا أعلم يقينا أن هناك الآن أقسام متخصصة في الجامعات للأمن السيبراني وهناك مبتعثون من طلاب وطالبات وهذا أمر أيضا مبهج هناك أيضا كوادر مؤهلة الآن تدير الأمن السيبراني نعلم أن التحدي كبير جدا والأيام المقبلة إن شاء الله ستثبت أن الأمن السيبراني في المملكة مؤهل لأنه يأخذ مراكز أكثر تقدما بحكم توفر جميع الإمكانات اللازمة لمثل هذه المراكز المتقدمة جميل جدا أستاذ خلف هل يمكن القول أن دعم خطط وبرامج اتحاد الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية أدى إلى هذا التقدم الإيجابي للمملكة في العالم؟ أكيد لا شك يعني أنت تتحدثين عن مدة بسيطة تتحدثين عن إنشاء هذا الأمن خلال سنتين خلال سنتين المملكة العربية السعودية تكون المرتبة الثلاثة عشر عالميا والأولى عربية بينما كانت تتة أربعين إيه فبعد إنشاء هذه أنت تتكلمين ألا فترة وجيزة أرجع أقول لك أننا قبل شوية تتكلمنا عن الموضوع الثقافة الآن تتكلمنا عن الأمن السيبراني عندنا عندنا عقول فذة عندنا عقول لا يستهان فيها عندنا طلاب إذا ابتعثوا ورحوا خارج المملكة يجون يحملون شهادات بعضهم تقدم لهم الجميعات اللي يدرسون فيها في الخارج عروض مغرية صحيح يرفضونها ويرجعون لبلدهم هذا الناس اللي ما ينسون ولا ينكرون الفضل لبلدهم هؤلاء الناس اللي تكلمت على نقطة مهمة هذا يوم أن جاء المملكة حكومة المملكة ويوم أن جاءت واخذتها وابتعثتها إلى الخارج ما نكر هذا الجميل ما نكره أن المملكة علمتها من الابتداء مرورا بالمتوسط والثانوية والجامعة وثمه ابتعثتها وجاء وحمل هذه الشهادة الفضل بعد الله سبحانه وتعالى وبعد الأسرة يرجع إلى الحكومة هؤلاء الأشخاص يوم أنهم جاءوا ورجعوا نحن نفتخر فيهم نحن نفتخر الآن في المحافل الكثيرة يوم يقولون أو السعودية الأولة أو السعودية الأولى حقق المركز الأول حقق المركز الأول نحن منبسط تجينا نشوة داخلية وأبناء الوطن أنهم وصلوا لهذه المراتب العليا فعلا إذا رجعنا على هذا الإنجاز على عجالة لو سمت دعم تكاطئيني بيدو لا أنه الوقت ضيق والله ولا أنا مستمتع في حديثكم أنت ودكتور علي فإذا تحدثنا عن هذا الجانب تحدثنا عن الرقم الأولى الأول عربي و13 عالميا هذا يعتبر إنجاز كبير وتحول فأحنا برضو نتمنى أنه في السنوات القادمة أن نتقدم لمراتب إن شاء الله بإذن الله مشاهدينا وصلنا إلى آخر ملفاتنا الصحفية حيث ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة مدى ومنحتهم مهلة حتى ذو القعدة القادم وأوضحت الوزارة أن القرار جاء عقب الاجتماع بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربية السعودي بمشاركة نظام المدهوعات الوطني مدى دكتور علي برأيك هل سيساهم إلزام محطات الوقود بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني بالارتقاء أكثر بجودة الخدمات وأيضا ممكن إلى جانب آخر تتحدثنا عن مكافحة التسطر التجاري وتقليل التعاملات النقدية نتطلع فعلا إلى مثل هذا وهو حقيقة مشاهد وملموس وأنا أعتقد أن دائما هناك رؤى وتطلعات وربما وزارة التجارة ومؤسسة الناقد هناك فعلا حتى مع وزارة الطاقة هناك تنسيق دائم ومتابعة لفكرة التطوير أنا ربما أتحدث عن ما شاهدت في منطقة الباحة خلال أيام قليلة جدا أن أمانة المنطقة حقيقة أوقفت كثير من المحطات حتى أحدث كثير من الإصلاحات من بينها المظهر العام للمحطة الوقود حقيقة أصبح هناك صورة جمالية لم يعد الموضوع مجرد أنك أنت تأتي لتعبئة وقود هناك خدمات تقدم في هذه المحطة فأنا أتصور أيضا فكرة التكاملية أن يجد الإنسان في محطة الوقود استراحة أماكن للوضوء أماكن للصلاة مهيئة كما هو حاصل الآن نعم دكتور علي فهذا يعتبر منجز ويحسب للبلديات والاتجارة ولمؤسسة الناقض والبترومين لأن نحن نسعد دائما بأن تكون التقنية حاضرة جميل وأن تكون أيضا وصلت الفكرة دكتور علي أعتبر للمقاطعة بس أن الوقت داهمنا أعتبر للمقاطعة سؤال أخير في هذا البرنامج أستاذ خلف ما أهمية هذا القرار في تسهيل حياة الفرد والتقليل من التعاملات النقدية والاعتماد على التعاملات الإلكترونية في نص دقيقة خلصت شي مهم جدا أول حاجة هذا يعني لعدة فوائد فيما يخص موضوع التحول إلى المعاملات النقدية أول حاجة نحن كأمنيا شي جيد فيما يخص موضوع التعاملات النقدية لصاحب المحطة أول العامل لأبي بنزين ما رح يتعرض لعملية السلب نعم كذلك عملية تحويل الأموال بدل ما أنا صاحب المحطة أنه أخذ الأموال نهايته اليوم وودعها في البنك أنت الآن أريد دخلت البنك بشكل مباشر عملية التلاعب في الأسعار ممكن أنه العامل أنه يحاول أنه يختلف في عملية الأسعار وأنه فرق ريال وريلين وثلاثة ويجمع له في نهاية المطار مثلا مبلغ التستر التجاري هذا في المقام الأول علشان برضو لا بدون يفتح حساب بإسم صاحب المنشأة وتحول المبلغ هذه كامل صاحب المنشأة يدخل في ذلك طبعا ضريب المضافة وخلاف ذلك هذا كل شيء مصالحي أنا مصالحي كنتي مصالح كل شخص يعبي ببازي وفوق هذا كله برضو هذا يبتعد عن موضوع القشة التجاري اللي يحصل في المحطات والخلق بين البنزين وبعض الغاز وغير ذلك مشاهدين بهذا الملف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا فيكم ولقاءنا فيكم اليوم ختاما أشكر ضيفي في الاستوديو النائب مدير تحرير صحيفة اليوم ولسات خلف الخميسي شكرا لك يا هلا وسهل يضيك العافية وأيضا نظيفي من الباحة دكتور علي رباعي مدير مكتب صحيفة عكال شكرا لك دكتور الشكرا الأول والأخير لكم مشاهدين على طيب المتابعة أتمنى لكم متابعة ممتعة ما بقية برامج الإخبارية إلى اللقاء اشتركوا في القناة